مباركة خاصة من فلسطين إلى أردن النشامة إذن نتابع وعدها نكون متواصلين جرت العادة أن يتم اختيار العواصم العربية تباعاً وفق سياق وترتيب معين عاصم للثقافة العربية فأن تكون إربد عاصم للثقافة العربية يأتي في هذا الإطار توالياً للراية التي تسلم من دولة إلى أخرى إربد تشكل قنطرة ثقافية وبحكم التقارب الجغرافي مع فلسطين ومثل ما قلت لا يفصل بينهما سوى نهر المعنى الذي يوحدهما بما يليق بالتاريخ والجغرافية فإربد عندما تطلق مقولتها الثقافية عبر ندوات ومهرجنات شعرية التواصل للثقافي مع المحيط ومع الدول العربية والعالم يجعل إربد في محط الاهتمام وفي حمأة الاشتباك المعرفي الذي نحتاجه بما يؤصل مدارك الأجيال ويحدث الرهان الذي حقيقة نحث الخطى إليه في المشد الثقافي العربي بإلى الثقافة الاهتمام الواجب والوازن أولا الثقافة الفلسطينية هي خيط الذهب في عباءة الأمة بمعنى أنها لا يمكن افتكاك الثقافة الفلسطينية عن عمقها العربي صعودا نحو عمقها الكوني تأكيدا على فكرة فلسطين الجليلة والشريفة وحوزت المعنى الفلسطيني العارم والعالي بما يليك بالتضحيات الكبرى وبالتالي لا يمكن لنا حتى نعرف الثقافة الفلسطينية إلا أن نذهب في هذا الفضاء الذي يحتضنها عربيا وتثبيت حضور الثقافة الفلسطينية على خارطة الإبداع الكوني أنتم في هذه الجغرافية التي تطل على هذه الفلسطين باتساع معناها وملكوت مجازها إنما بحضور فلسطين في هذه التظاهرة تفكون الحصار عن المثقف الفلسطيني الذي يحال بينه وبين امتداده وتفاعله مع العمق العربي والعمق الإنساني هذا يعيد انتشار مرة أخرى للثقافة الفلسطينية وأقول الرهان على الثقافة هو رهان على حصان رابح في الوعي وفي التاريخ والذاكرة وفي الحاضر والمستقبل لأن الثقافة وهي التي تؤصل لمدارك الأجيال هي التي تبقى بعد سقوط كل شيء وهي أيضا الاستراتيجية في مواجهة التكتيك وهي تحرس الحلم من الخلخلة لذلك الثقافة هي سورنا المنيع الذي منها وفيها وعبرها نستطيع أن نحافظ على الأمن الثقافي العربي لحماية الوجدان الجماعي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر